تعد كاميرات المراقبة الأمنية من أهم الأجهزة المستخدمة حديثاً لمراقبة الوضع الأمني من خلال مراقبة المنشآت والمباني الخاصة والعامة من المخاطر وإسهامها وبشكل كبير في الكشف عن الجرائم المرتكبة سواء داخل المباني أو في المناطق المحيطة بها حيث تتميز بسهولة استخدامها وتراجع أسعارها خلال الخمس سنوات الماضية لتصل حالياً إلى ألف وخمسمائة درهم للباقة الحراصة الإلكترونية أو السيكوريتي إلكترونيك فهي الأهمية ديالها تتبدأ من قبل ما تقال سواء السارقة أو كما تنسموها الأكسيون أو الإنتروجيون وتتنفعنا في الوقت حصول الإنتروجيون وتتنفعنا من بعد الحصول ديال السارقة أو الحديثة تنتقلموا عليه فإحنا نطور ديالها أول شيء استيباقي فتنمنعه ديجا بلي كاميرا بلي سيستيم دالار بلي بارير لدينا مجموعة التكنولوجيا وهذا هو الضر ديالنا نحن نتقلب ديال مع التكنولوجيا الجديدة التي تتخرج باش نحاول أن نطور هذا المجال للحرص الإلكترونية من غير كالتراقبهم كتحميهم يعني عندها دوغول وأي إنسان يقدر يرجع لأي أكت كما كان يكون بعي أكزمبل في مجازن فولت يكون عندنا إنترن وكيكون إكسترن يعني السرقة تقدر كليان يدير هذا الفعل وكيكون تلمستخدم كيدير هذا الفعل باش احنا كنكون عندنا دليل قاطع واذاك الكاميرا كنرجعه باش كنرجعه وتسجيل يعني أوتوماتيك مو أي إنسان عنده الحق يشوف الأفعال دياله وحنا ما عدناش أننا نتظر حكم على أي شخص وأي متابعة تكون من صاحب المتجر للشخص لدي المشكل هناك ترسانة قانونية تنظم استخدام هذا النظام من خلال قانون 0809 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يحدد مدة الاحتفاظ بالتسجيلة وهوية المسؤول عن معالجة المعطيات يسمح الإطار التشريعي هنا باستخدام كاميرات مراقبة في الأماكن العامة بهدف تأمين ممتلكة الأشخاص وكذل عمال في أماكن العمل وبعض الفضاءات الاستراتيجية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة واحترام خصوصية الأفراد من الأمر المعلومتي تدخل في نطاق السلطة القضائية والسلطة القضائية التي تترسل منها وحد صريح من عندها يمكننا أن نمد أي صخص تتعرض لأي صريقة أو تتعرض لأي يادة من خلال تحليل الصورة من ساعتك سيكون لدينا أمر ما نسيد الوكيل الملك الحمد لله من خلال هذا أنها تعمت وتعمت بشكل كبير على مستوى المغرب لأنها تتساعد بحماية المثال في الأحداث التي شهدتها أرغانا عرف سوق المبيعات مع بداية سنة الجاري ارتفاعا بنسبة 45% من مبيعات كاميرات المراقبة حيث أظهرت المؤشرات التجارية للمستوردين والمسوقين تطورا في حجم الطلب سواء من قبل المقاولات أو الخواص وذلك ارتباطا مع ارتفاع هامش المخاطر الأمنية التي تهدد البلد